اهلا بحضراتكم بعد الفاصل تعالوا بقى نفكر ونحلل وندرس بهدوء بدون انفعال وبدون عصبية وبشكل فيه حالة من حالات التأمل كده والاعتبار ان احنا نعتبر وناخد درس وعبرة كلنا طبعا شفنا المشاهد المؤلمة اللي حصلت اثناء وقعت تفجير الانتحاري لنفسه واثناء الحملة الامنية ما كانت بتقبض عليه والتلات ابطال اللي انا وردتكم صورهم واسماءهم وعرفتكم عليهم وعرفتوا ان الناس دي لها فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان احنا متأمنين وكمان وكمان القصة مش بس ان هم قبضوا عليه ففجر نفسه فحمونا من عمليات تفجيرية تانية كانت هتحصل لا ده دول بعد ربنا سبحانه وتعالى كمان حمونا من القنبلة اللي كانت موجودة في بيت الانتحاري وكانت قنبلة زمنية متوقتة عشان تتفجر فتنسف الدرب الاحمر كله يعني عشرات وربما مئات والاف من المصريين مدينين لربنا سبحانه وتعالى اولا ثم لهؤلاء والخبير المفورقعات اللي هكلمكم عنه كمان شوية في انهم الحمد لله لحد النهاردة احياء يرزقون ولسا عايشين في البلد بامان تعالوا الاول افكركم بالواقعة الواقعة انه هذا الارهابي اللي اسمه عبدالله الحسن عبدالله ده فلسطيني الجنسية وهو اللي كان وراء تفجير العبوات بداية الصنع اللي كانت عند مسجد الاستقامة يوم الجمعة اللي فاتت كويس كويس عمل التفجير بتاعت العبوات البداية دي وروح الدخلية بقى ما روحتش والدخلية ما نمتش وجهاز الامن الوطني والمباحث وكل الشعب الامنية اللي عاملت في وزارة الدخلية اشتغلت ووصلت الليل بالنهار لحد ما رصدته ورصدت بيته ازاي؟ حوريكم دلوقتي وده يرجع لحاجة كنا احنا طالبنا بيها من زمان على لسان العبد الفقير الى الله تقريبا تقريبا في كل محطة وقناة اشتغلت فيها من زمان قبل ايام البيت بيتك مرورا بقى بالمحور بروتانا بالحياة ووصولا الى النهار كل قناة اطلعت فيها كنت بعمل حملة كاملة اسمها الكاميرات 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 سبحان الله انا مش عايز اتدعي الحكمة باثر رجعي انا كنت بقول الكلام ده في التسعينات وبداية الالفنات قبل ما يبقى فيه الارهاب القذر اللي موجود دلوقتي ادي كاميرات التتبع اللي موجودة كاميرات موجودة في بعض الاباكن الحيوية قدام بعض البنوك قدام بعض السنترز قدام بعض المراكز التجارية قدامنا هو الارهابي وهو بينتقل من حتة لحتة وبيعدي زي ما كتير من المصريين برضو بيعدوا غلط الصور بسبب فتحة موجودة في الصور يعني حاجة كتير غلط في الشارع بس نبقى نتكلم عنها بعدين يعني بس ادي فيدة الكاميرات ولولا هذه الكاميرات اللي موجودة في حتة واماكن مختلفة ما كنا قد توصلنا الى المكان اللي فيه الارهابي ده وما كانتش الحملة الاملية نزلت وما كناش عرفنا ان احنا نقبض عليه ويفجر نفسه فنخلص منه لاخن الاسف يعني استشهد تلاتة معاه بالاضافة كمان الى ان الحمد لله ربنا حمانا من القنابل والتفجيرات ادي العجلة اهي انا ساكت بس وسايبكوا اهو تتفرجوا ببراحة جدا واتبعوا وتعرفوا قيمة كاميرا المراقبة خلاص كده كاميرات المراقبة في منتهى الاهمية سواء لمقاومة ومقافحة الارهاب او لمقافحة الجريمة بصفة عامة اسألوا زميلنا رجال المباحث وزارة الداخلية على قيمة لقطة جايباها كاميرا مراقبة في القبض على ارهابي او حتى القبض على حرامي او هجام نط على شقة او كده اول سؤال لو انت لقدر رضا بيتك تسرق اول سؤال بتاع المباحث بيسألولك يقولك عندك كاميرا مراقبة لو قلت له اه يقولك خلاص اتطمن هاجبلك الحرامي لو قلت له لأ هيقولك ادعي معايا بقى ربنا يا سهل بقى نشتغل بقى ونشوف بصمات ونشوف خط اثر صعبة جدا 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 لكن لو في كاميرا مراقبة تسعة وتسعين في المائة من القصة تحلت انا عارف ان كاميرا المراقبة غالية لكن انا باستغرب عن ناس اللي بتستغلى فلوس كاميرا المراقبة على امنها وحياتها ما انت بتشتري تلفزيون تحطه في بيتك مش عارف شاشة LCD ولا شاشة مش عارف ايه ولا ايه ب10 او 15 الف جنيه بتشتري موبايل انا اسف يعني موبايل بعشر تلاف جنيه وعشرين الف جنيه وبتشتري مش عارف سماعات تحط مش عارف ايه بعشرين الف جنيه وبتشتري عربية ب 300 400 500 الف جنيه مش عايز بقى تأمن الحاجات دي كلها وقابلهم الاغلى اللي هو روحك وحياتك وحياة عيالك بكاميرا تمانها الف جنيه ولا الفين جنيه وانا طالب منك ان انت تجيب حاجة احترافية بتاعت قنوات التلفزيون كاميرا المراقبة لابدع في المحلات اللي تمانها الف جنيه ولا الفين جنيه تحط على باب محلك تتحط على باب بيتك تحط على باب السنتر التجاري تتحط في الشارع ولازم كمان بقى وانا بناشد المواطنين هم يشتروا الكاميرات دي لازم كمان الدولة وانا بطالب هنا الدولة والحكومة انها تخصص ميزانية ايا كانت الرقم تخصص ميزانية لكاميرات المراقبة تنتشر في كل شوارع ومحافظات الجمهورية الامن ثم الامن ثم الامن ثم الامن يا سادة ما فيش حاجة اهم من الامن انت بتستخسر في ايه بتستخسر في حياتك في روحك في ممتلكاتك في عرضك فالحكومة مسؤولة ان الكاميرات تنتشر في الميادين العامة والاماكن العامة والشوارع الرئيسية والشوارع الجانبية عشان ما تبقاش في حتة مش متغطية وكل منشأة خاصة صاحبها مسؤول على انه يحط كاميرا قدام بيته او محله او شركته او عقاره او مصنعه بجملة المصاريف والله وقت الحدسة لقدر الله الكاميرا اللي انت اشتريتها ب1000 جنيه و2000 جنيه دي هيبقى قيمتها مليار جنيه انها تجيب لك المسروقات ولا تجيب لك كذا ولا لا تقدر الله جيب لك ارهابي اتى لاخوتك المصريين فدي اول نقطة انا عايز اركز فيها بشكل اساسي وكامل ورسلتي بروحين الحكومة الكاميرات ثم الكاميرات ثم الكاميرات في كل الميادين والشوارع ايا كانت التكلفة صندوق طحية مصر يتحمل المؤسسات الخيرية والاهلية تتحمل قطاع الخاص يتحمل نعم المبادرة المهم الكاميرات دبي مدينة دبي مصنفة على انها الاقمن على مستوى العالم مش عشان الشرطة في دبي فضيعة الشرطة في دبي كويسة بس علشان مفيش متر مفيش متر في دبي مش متغطي بكاميرا جرب كده واغلط في اي شرح جانبي في دبي يعمل اي حاجة حتيجي حتيجي بالكاميرا كويس فارجوكم الكاميرات يحكومة الكاميرات يحكومة وبالنسبة المواطنين اوعى تستخسر كل منشأة خاصة حط عليها الكاميرا وانت الكاسبان وانت الكاسبان حتي عشان ترقب اهل بيتك تعرف بيروحوا فينه بيجو منينه بيخشوا امتى والساعة كان دي اول نقطة تعالوا بقى